السعودية والكويت واستمرار لعلاقات عمرها عقود عدة وعنوان لشراكة استراتيجية تخدم منطقة الخليج علاقات تحرص الرياض والكويت في كل مناسبة على رعايتها وتوطيدها وتجديرها المملكة وشعبها شارك الكويت بمشاعر صادقة لأحزانها بفقدان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح وهو ما أكدته عبارات العزاء التي بعثها الملك سلمان وتأكيده للشيخ نواف الأحمد وقوف المملكة العربية السعودية مع الكويت في السراء والضراء فهما بلدان يربطهما التلاحم وتجمعهما علاقات وطيدة ونوعية وإيمان بوحدة المصير للحديث حول هذا الموضوع رحب بضيفي من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي سيد عايد المناع مرحبا بك سيد عايد ربما الحديث حول العلاقات السعودية والكويت يعني حديث ربما يكون من مجمل الكلام ولكن هذه العلاقة الاستثنائية الوطيدة بين الكويت والسعودية على مر الزمان على عقود طويلة من الزمان وتستمر حتى هذه اللحظة رغم المتغيرات الكثيرة التي مرت بالبلدين تحياتي لك أخي حمد وتحياتي لمشاهديك العزاء العلاقة الكويتية السعودية الحقيقة ليست مجرد جوار جغرافي ولا علاقات دبلوماسية بين دول مستقلة وإنما هي للأمانة ونقولها بكل تواضع وصراحة هي علاقات خوة ولحم وقربة وأهل ما بين هذين البلدين يعني تجد الحقيقة الامتداد القبلي والعائلة الكويتية للسعودية وتجد عوائل حقيقة يعني سعودية لها أهل بالكويت وبالتالي هذه علاقة قديمة جدا يعني يمكن هي تعززت في 1891 بعد معركة حريملة واتجاه الإمام عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه وابن عبد العزيز وعدد من أفراد الأسرة إلى الكويت والاستقرار فيها في عهد الشيخ محمد الصباح ثم في عهد الشيخ مبارك الكبير واستقروا في الكويت فترة إلى أن استعاد الملك عبد العزيز الرياض سنة 1902 وبالتالي هذه الفترة الحقيقة كانت علاقات حميمة يعني سكن الإمام عبد الرحمن وأسرته في الكويت وولد الملك سعود في الكويت وبالتالي هناك علاقة حميمة عائلية ما بين الطرفين أيضا اشترك الطرفان الحقيقة الكويتي والسعودي في معركة الصريف في 17 مارس 1901 واحد وأيضا في إسناد الكويت للملك عبد العزيز إن سمحت لي سيد عايد هذه علاقة الكبيرة يعني الآن ربما تتطور ويتم تحديثها مع مجريات الأحداث التي تمر في المنطقة وآخر هذا التطور وهو المجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي تم إقراره مؤخرا تقريبا قبل سنتين للمضي قدما بكل ما يخص السعودية والكويت والأحداث التي تجري في المنطقة هذا ما فيك كلام يا أخي يعني هذا الحقيقة المجلس تم إنشاؤه برغبة القيادتين السعودية للأمانة عقدت اتفاقيات مجالس تنسيقية مع الدول الخليجية والحقيقة يعني كان للكويت أيضا نصيب في هذا إذ أنه يعني تم عقد اتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي ما بين المملكة العربية السعودية والكويت والحقيقة يعني نعرف أن التبادل التجاري يمكن كان منخفض في السابق ما يزيد يمكن عن 500 مليون دولار قفز سنة 2015 وليس الحقيقة فيما بعد إلى 2 مليارين و 200 ألف دولار في خلال فترة وأعتقد أنه تطور أكثر يعني أنا أنت تعرف الكويت جيدا وإذا تمشي بالجمعيات والأسواق تجد المنتج السعودي متوفر في الكويت وهذا الدلالة على أن الكويت تفضل الإنتاج الخليجي وبالذات الحقيقة السعودي هذا المجلس يعمل على تعزيز العلاقات التجارية ما بين البلدين وأيضا العلاقات الإنسانية في هذه الجوانب نعم بكل تأكيد ولكن قبل أن نواصل حديثنا سيد عيد نبقى مع خبر تسلم أمير الكويت هذا اليوم الشيخ نواف الأحمد الصباح رسالة خطية من العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد عيزة للسعود وتضمنت الرسالة سبلة عزيز العلاقات بين البلدين كما تضمنت أيضا دعوة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز للشيخ نواف لزيارة السعودية وقد أعرب الشيخ نواف عن سعادته بتلبية دعوة أخي خادم الحرمين الشريفين جذلك من خلال استقبال الشيخ نواف الأحمد الصباح لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود في الكويت اشتركوا في القناة سيد عائد اليوم نشهد قيادة جديدة للكويت ولكن هي ليست جديدة على المشهد السياسي هي تعرف جيدا بواطن الأمور سواء كانت في الكويت أو أيضا في المنطقة ليس مستغرب هذه الزيارة اليوم وهذا المبعوث من قبل خادم الحرمين الشريفين لأمير الكويت بالتالي هي علاقات خوية أكثر من أي شيء آخر وأيضا يعطي رسالة ودلالة واضحة للدول الأخرى المتربصة بأمن المنطقة بالتأكيد أنا أعتقد أن هذا ليست الزيارة الأولى اللي يسموه الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعدد الحقيقة من أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق جاءوا وزاروا الكويت وعزوا بالمرحوم الشيخ صباح الأحمد وأيضا جاء وبركوا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هذه العلاقات بالتأكيد هي راسخة الشيخ نواف يعرف تماما الأوضاع بشكل ممتاز كان حقيقة فترة طويلة يعني محافظا وهذا الجانب الأمني وأيضا وزيرا للداخلية لمدة عشر سنوات ثم وزيرا للدفاع وأيضا مارس أيضا عاد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وكما تعلم الحقيقة الجوانب الأمنية يعني هي صمام الوضع الاستقرار في هذه المناطق وهذه المناطق كما تعلم للأمانة مستهدفة وبالتالي التنسيق الكويت السعودي حيوي في كل الأمور في هذه الجوانب بامتداد أيضا الامتداد الخليجي لذلك الشيخ نواف رجل أمني خبير وكذلك الشيخ مشعل أحمد الجافر الصباح الذي هو بالأساس ضابط أمن وترقى في الجهزة الأمنية ومن ثم أيضا تولى قيادة الحرس الوطني ظهير الجيش نائب لرئيس الحرس الوطني ظهير القوات المسلحة إذن الرجلين يعرفان تماما كما تعلم وزراء الداخلية خلال فترة الماضي كانوا يلتقون وبالتالي كانت هناك علاقات حميمة سمحت لي بمثال ربما على هذه النقاط اللقاب فيما بين الجانبين ربما أيضا تمر نقاط أخرى نقاط اختلاف ومثال ذلك ما كان في المنطقة المشتركة فيما بين الجانبين وحينما كان هناك خلاف على المنطقة بالضبط وكان هناك خلاف ربما أو اختلاف في أمور تنقيب عن النفط بالتالي تم الاتفاق فيما بين الجانبين وتجاوز هذه الأزمة حمد في الحقيقة هناك يسمى علاقات الحضارية الناس الحقيقة الحضاريين يعني يحلوا خلافاتهم من خلال الحوار وأيضا العلاقات ما بين الدول بالتأكيد يحصل خلافات وحصلت سابقا وحلت بطريقة سلمية وانتهت الأوضاع الكويت والسعودية الحقيقة بلدان متجاوران في السابق أيضا كانت إشكاليات الحدود وخاصة البرية وإلى آخره انهيت باتفاقيات ما بين البلدين سواء اتفاق العقيرة 1922 أو الاتفاق فيما بعد سنة 1942 وتم التبادل التجاري والمصالح المشتركة أيضا في مثل هذه الأوضاع يعني الخلاف كان على قضية المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة وبعض الأمور والشركات وكل هذه القضايا بحكمة القيادة توصلا إلى اتفاق كان رحمة الله عليه الشخص محل أحمد بكل تأكيد ربما هذا جدا يريد الحل والملك سلمان بهذا الاتجاه نعم ما تحدثنا بي قبل قليل بيتجاوز البلدين لكافة النقاط التي تكون بينما شكرا لك ضيفي من الكويت سيد عائد المناع الأكاديمي والباحث السياسي كنت أضيف معي لهذه الفقرة من حلقة اليوم شكرا لك